كيف بتقتل الكسل؟ احرص دائما على تقضية وقت بالطبيعة من خلال الركض والمشي بالطبيعة أو من خلال التأمل والاستجمام هيدا كله بيجعل منك شخص أكثر إيجابية وبالتالي أكثر إنتاجية خامسا ضروري جدا تنتبه لميزانيتك كيف عم بتدير مصروفك كيف عم بتدير أمورك المالية لأنه إذا عندك فشل بهيدا الموضوع ممكن تكون آخر الشهر عم بتشوف أنه أنت ما عم تقدر تنتج ماليا وعدم الإنتاج المالي يضعف قدرتنا على التواصل وحتى قدرتنا على الاستمرار فدروري جدا تكون أنا عم بتدير الأمور المالية بطريقة صحيحة لأشعر أنه أنا شخص أكثر إنتاجي